شاركت فرق من سبعة مراكز إطفاء بخمادي حريق الاندلع صباح اليوم بأحد المستودعات بمنطقة أمغارة وأكدت إدارة الإطفاء أن المستودع تبلغ مساحته خمسة ألاف متر مربع وأن أول فرقة إطفاء وصلت إلى موقع الحادث كانت خلال ست دقائق تمكنت فرق الإطفاء من سبعة مراكز من السيطرة صباح اليوم على حريق الاندلع في مخزن كبير للمواد الكهربائية في منطقة أمغارة وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان الله اليوم إن مركز عمليات الإدارة تلقى بلاغا في تمام الساعة السابع وخمس دقائق صباحا يفيد من دلع حريق مستودع للمواد الكهربائية تبلغ مساحته خمسة ألاف متر مربع وتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الجهراء الحرفية والجهراء والعرضية والسالمية والهلالي والعمليات والإسناد إلى موقع البلاغ وأكدت الإدارة أن أول فرقة إطفاء وصلت للموقع في غضون ست دقائق حيث باشرت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وعزله عن باقي المستودعات المجاورة وأشارت إدارة العلاقات العامة إلى أن اثنين من رجال الإطفاء وصيبا خلال تعاملهما مع الحادث وتمنق لهما إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم وأضافت الإدارة أن الحادثة كان على متابعة مستمرة من كبار القيادين وفي مقدمتهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي كان على اتصال هاتفي مع مدير عامل إدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد والذي تواجد في موقع الهادث بالإضافة إلى عدد من قيادي لإدارة العامة للإطفاء